السلام عليكم يا شباب ازايكم عاملين ايه واهلا بيكم في حلقة جديدة من محاكي نادي الالعاب قبل ما نبدأ وكعادتنا ما تنساش تصلى عن نبي محمد عليه افضل الصلاة والسلام وتنزل حالا تحط لي بقى اللايك الجامل بتاعك عايزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات واشترك في القناة لو انت مش مشترك وفعل زرار الجرس ويلا بينا يقل لكم بقى النهاردة جماعة علشان نودع المشروع ده وزي ما انتم شايفين معي حوالي سبعتاشر الف دولار فخلونا نتوكل على الله ونشوف هنعمل النهاردة اول حاجة بفكر عاملها ان انا نشتري دهانات نفس اللي دهاننا بيها القودة الجديدة اللي احنا فتحناها المرة اللي فاتت فخلونا نشتري الدهان ده بتلتمية تلاتة وتمانين دولار يعني المفروض دي ارضية مش دهان على فكرة يعني بس احنا عملناها معاملة الدهان ونشتري كمان الارضية دي بتلتمية تلاتة وتخمسين دولار وتعالوا كده نروح للرجل اللي بيبيع الاستوانات عندك محاكل موقفة باشا عنده محاكل موقفة هيت هنبقى نرجعلك بعدين لما نفض الشنطة تعالوا بقى بسرعة جدا نروح للصايبر بتاعنا علشان نفتحه الساعة دلوقتي سبعة وربع الصبح خلونا نرمي الدهان ده هنا وبعد كده نفتح الصايبر وبعد كده على طول نشغل الكهرباء علشان الزبان تيجي ونبتدي بقى ناخد الدهان ده وندهن اول حاجة الارضية بتاعة المطبخ هنغيرها هنخليها نفس الارضية اللي بره بالزبط واتوقع دي نفس الارضية اللي جوا في القودة الجديدة ايه ده ده الحيطان خربت تاني مشانا صلحتها كلها والحيطان دي كمان خربت والصايبر مليان زبال على اخره كل الزبالة دي جات من اين ام حاجة غريبة جدا وفي منافس ليه هنا في المدينة او ايه طيب معلينة خلونا بس نركب البركيدة هنا كده خلاص خلصنا الارضية دي واتوقع مش محتاجين البركيدة تاني نرميه بره هنا طبعا انا ملعبتش في الكواليس علشان ابيع الحاجة اللي قدام المحل دي مش مهم عادي هنبقى نبحة بعدين في اي وقت في زبون وصل اهوت فضلا باشا عايز يوقع دقيقة وبمناسبة ان انا هودع بقى المشروع ده خالص هنقلل الاسعار على الاخر هنخليها في اللون الاخضر ونقلل كمان الكونسول الجديد اللي احنا اشتريناه واتوقع ان المكنسة الزكية بتنظف دلوقتي قاتل الفلوس يا باشا تسلم المكنسة الزكية نضفتلي جوه نضفتلي جوه هنحتاج طبعا عشان نصلح كل الاجزاء اللي بايزة في الحيطة دي خلونا نجيب بس اهم حاجة ده او الطوب ده علشان نركبه على الحيطة ده احسن شكل لقيته هنا الصراحة نحط كمان طوب هنا وطوب هنا ونحط طوب هنا بص الشكل العام جامد قوي خلونا ندهن جوه هنا كمان عند المطبخ طبعا يعتبر المطبخ دلوقتي معادش له لازمة لان التلاجة بتاعته بازت كان فيه حد قال لي في الكومنتات ممكن تشيل التلاجة بس التلاجة ما بتتشالشها يا جماعة ولا بتتباع عندي في المتجر خلونا نشوف كده لو نعرف نحط المشروبات في التلاجة نحاول كده لا مش نفعل الاسف تعالى معلم تعالى ولا نسيب البوديجار دي يتعامل بقى مش عيب لما تكون راجل كبير كده وتسرق ناخد ده ونرجعه تاني مكانه هنحطه هنا طبعا وفيه زباين وقفة في المطبخ محتاجة مشروبات ممكن انا اخدمهم سواني كده نشوف الراجل ده محتاجي مش على طول او طيب محتاجين كمان دهان زي ده بالزبط طيب الاول بس نقبل الزباين اللي وصلت وعلى طول نتحرك لسوق الجمعة نشتري كمان الشكل الطوبي ده علشان ندهم به الجزء اللي باقي في المطبخ سمع عليكم ازاك باشا لو سمحتكم انت عايز اشتري دي بتلتمائة تلاتة وتمانين دولار ونحطها معنا في الشنطة ونشتري كمان محاكي الموقف رأيكم نشتري كل الاستناط دي بس المشكلة الشنطة بتاعت صغارة قوي بتشيل تلات حاجات بس كان نفس المطور يضيف لها تطويرة والله ممكن نشتري كمان تعالوا بقى نرجع على طول للصايبر بتاعنا علشان نسطب اللعبة دي على اي جهاز ممكن نخليها على الجهاز ده مسلا الجهاز ده ما سطبناش عليه حاجة قبل كده خالص هتلي باشا الفلوس كده بعد اذنك وبعد كده ندهن الجزء اللي باقي في المطبخ احنا كده بنركب طوب مش بندهن يعني سواني بقى نرمي ده برا كده خلاص مش محتاجين وخالص هتقول لي كده هتلي الفلوس يا باشا لأ مش هينفع ناخد الفلوس وحنا شايلين حاجة نرمي لدهان ده برا وهتلي الفلوس يا معلم تسلم معنا اي تاني في الشنطة معانا محاكي الموقف هنخليها هنا مسلا ونفكها وبعد كده ناخد منها اللي سطوانة ونحط محاكي الموقف مسلا جوه على ماشي هينفع صح اتوقع هينفع تعالوا نجرب كده هينفع عادي ماشي نسطبها هنا وفي ازمة عندنا هنا مش عارف اتنين بيتخنقوا مع بعض او حاجة زي كده يعني معلين المهم خلونا نقبل الزباين في زبون عايز يقعد اربع دقيقة هوت على البلاي ستيشن وفي زبون تاني واصل هوت عايز يقعد تلاتين ثانية معي دلوقتي خمستاشر الف ماتين تلاتة واربعين دولار بفكر ان انا نشتري جهازين ونشتري كمان تلاتة اجهزة بلاي ستيشن اي رأيكم الاول بس نقبل الزباين سواني في حد بيسرقني ولا ايه انا سمعت صوت حد بيسرقني على فكرة لأ مفيش حد بيسرقني يا المكنسة مش عايز تنظف ليه اه تمام دي ازهزة مشروبات ممكن نبيحها للراجل ده لا الراجل عايز شبسي علش يا باشا والله للأسف قفلنا المشروع ده هاتلي الشبسي كده فضل امعلم يلا هاتلي الفلوس ستين دولار ومعنا هنا ممكن نصلح بيه اي جزء انا مش عارف اصلح ايه ولا ايه الصراحة يعني الرطوبة عالية هنا قوي وبالنسبة للحمام عايزي تصلح عايزي تصلح تاني برضه تاخد اللي هنا تلتمائة اتنين وعشرين دولار واكيد في عندنا في السندوق اللي على المكتب ده ستمائة وتمنتاشر هاتلي الفلوس يا باشا مش هضربك لأ عشان في ناس بتزعل ان انا بضرب الزباين طيب نقبل كده الزبان الجديد اللي وصلت دقيقتين واربعة دقايق بالنسبة للتقييم خمس نجوم خمس نجوم اربعة خمسة خمسة والتقييم العام اربعة وتلاتة كويس لحد ما بس كان نفسي اوصل لخمس نجوم كتقييم عام المهم خلونا نروح للشوب سواني في زبون وصل زبونين على فكرة وفي زبون تاني وصل كمان هوت عايزي يقعد دقيقة اظن الناس دلوقتي عجبها بما اني قللت الاسعار الاخر يعني طيب عايزين نشتري بس اهم حاجة جهازين في ار الاول بس هنجيب المنصة بتاعة اللي هي دي هنشتري منها اتنين وهنشتري نضارتين وهنشتري اربع ادرعة الجهازين دول عملوا ستة الاف مية اربعة وستين دولار نطلبهم على طول ده مين اللي بيهرب ده كان هيخلع بالف ستماتين وسبعين دولار في حرام تاني على فكرة ده هيخلع بالنضارة معقولة الكلام ده ده معال النضارة والدرعات على فكرة طيب ثواني كده نروح نتأكد ان هما موجودين كل حاجة موجودة هي كان جايبهم معا مثلا ولا ايه انا مش عارف الصراحة يعني فيه درع ناقص هنا ثواني لا موجودة هوا ومال اللي لابسهم دولها جابهم منين يعني بصوا اصلا لابس نضارة معا درع ايه ما حاجة غريبة جدا طيب ناخد الفلوس من المحترم ده وناخد التبس والاوردر بتاعنا وصل من تاني ايه يا ابني مش هنخلص احنا تعامل معا يا بوديجار ده بقى تعامل معا عشان زهقت بصراحة من الحرامية دولة تفضل امعلم محتاج محتاج مشروبات لبقى لهم كده في السريع تفضل وعلى طول نطلع بره بقى علشان نستلم بتاعنا هاتف الفلوس امعلم وناخد ده نحطه هنا على المكتب والمفروض ان احنا اشترينا جهازين هاتلي كده المنصة الاول اهم حاجة ده الدراع دي المنصة هنحطها هنا مسلا دلوقتي في المكان ده وهاتلي الدراع معايا ومعانا ايه تاني هنا ندارة وفي ندارة هنا برضو نخدها معانا وساني بقى نحطها على جنب هنا في اي مكان وهاتلي المنصة دي نخش نركبها عندنا في الاوضة الجديدة هنحط المنصة دي هنا مسلا وصادت تاني على طول نحط دراع وهاتلي الندارة هنحطها طبعا هنا مش عايز تحط ليه ماشي كده حطناها ونطلع ناخد بقية احنا معانا حاجة تاني معانا لدهن ده مش محتاجينه برضو يا جماعة خلونا نطلع نرميه هنا وهاتلي اللي في الكارتونة دي المنصة برضو ممكن احط المنصة دي هنا مسلا ايه رأيكم بدل ما نحطها جوه الاوضة ولا نخليها هنا في النص بس انا مش هادر اعدي كده انا احطها هنا في الزاوية اتوقع هنا شكلها حلو جدا في جزء هنا محتاج يدهن على فكرة نطلع ناخد بقية الحاجة هاتلي الفلوسة معلم وفي زبان جديدة وصلت طبعا لازم نقبالهم كلهم محتاجين دهان معانا فاضل جزء بس في المطبخ ما عملناهوش وراح فين الدهان مش عارف خلو ناخد بس دراع هاتلي الدراع التاني ودي ايه بالزبط الدراع برضو وفي حاجة نقص على فكرة نضارة موجودة هنا نخش نحطها طبعا على المنصة ونحط كمان دراع هنا مش هعرف ولا ايه لأ هينفع عادي ونحط كمان الدراع التاني ونخش نحط الدراع اللي باقي على المنصة دي مش هينفع ولا ايه لازم ينفع طبعا اه نفع كده هوت كده خلاص اتوقع ان اجهزة كلها شغالة تعالوا بقى بسرعة جدا نتأكد ان هي شغالة تمام في جهاز اتسرق تعالا معلم تعال راح في ما صدقت ملقتش البودي جارد موجود قلت اسرقه بقى انفع كده يعني حي كل حرامية حرفية طيب نحط ده هنا او وفي زبون اتوقع وصل نقباله كده نشر ثانية يعني انا قلت الاسعار والزبان بتقعد اتنشر ثانية وتلاتين ثانية وارقام فرغة كده يعني ده ما حسبش على فكرة تعال امعلم تعال اتفكر ان انت تخلع كده عادي قاتل فلوس امعلم تلتم واحد تلاتين دولار وناخد الفلوس اللي هنا في صندوق البقشيش ستماتة وتلاتين وتوقع في فلوس هنا برضو متين خمسة وتلاتين طيب ناخد الفلوس اللي معه الزبون ده وعايزين نشيل الاسطنة دي معنا نباحة وفي حاجة تانية محتاجة تتشال برضو ده خلونا نصلح بيه اي جزء مثلا الجزء ده طيب محتاجين نشتري كمان جهازين بلاستيشان سواني كده انا اسمعت الصوت في حد واقف محتاج حاجة في زبون هنا محتاج مشروب تفضل امعلم اخد المشروب ده هتلي الفلوس تسلم انت محتاج يا معلم مش عارف تحرك ولا ايه حاس ان ده حرامي هيسرقني شكله كده ناوي يسرقني يا طرح هيسرق ايه سواني نشوف كده انت عايز ايه انا مقلق منك ولما اضربك بيرجع ويزعله خد قرار يا معلم خد قرار هتقض على جهاز ولا هتمشي ولا هتسرقني ولا هتعمل ايه بالزبط يا عم انجز يا عم انجز بقى انجز بقى انت واللي جوه ده مستفزين اوه بصراحة يعني عمال يتحرك يمين وش مال في المحل مش اشترى المشروب او الشيبس اللي هو محتاجه مش روح بقى لا ده واقف عمال يلفلي في المحل كله المهم خلونا نشتري كمان جهازين اللي هو ده ستمائة خمس سبعين دولار الجهازين محتاجين مكتبين المكتب ده اللي هو بمئة وتمانين دولار وهنحتاج كمان كرسيين طبعا اكيد فن الكراسي ايوة كرسيين من دولة وهنحتاج كمان اربع ادرع هنشتري اتنين بس للوقتي علشان نستسلم معنا اتملت الاردر ده عمل الفين وتلاتمائة وسبعين دولار فلبناه كده خلاص وهنستنى طبعا برة ونعايزين ننظف المكان حوالينا هنا طبعا ما ليه طيب انا ممكن اشيل كل ده ارميه في الشارع اللي ورا هنا الراجل اللي بيجي ياخد مني الفواتير واقف هنا من يوميها والله سواء ننكلمه كده عندي فاتورة بوديجارد باربعين دولار نتفح ماشي مفيش مشكلة معادش بيجيلي خالص على فكرة ومعادش بيجيلي فاتورة كهرباء خالص برضو طيب عايزين اهم حاجة المكتب وبعد كده هنخش عندنا لصايبر هنحط مثلا المكتب ده هنا لأ اه نعايز نخلي اللي هجهزة دي جوا في القضاء الجديدة ونخلي مثلا المكتب ده هنا وانا معي ايه تاني في الشنطة معاي علبة الاستوامة دي عايزين نبقى نروح نباحة لأول بس نستلم بتاعنا هتلي وده الكرسي ينفع تحط في الشنطة عادي وهتلي الكرسي التاني سواني بقى نشيل العلبة دي خالص نرميها عشان نفضي مكان وهتلي الكرسي ده ومعنا هنا برضو ناخده معنا ونخش على طول على القودة الجديدة علشان نحط ده هنا ومعنا طبعا الكرسي ومحتاجين كمان الشاشات يا جماعة ده ننسيت الشاشات خالص وهتلي كمان الكرسي ده نحط برضو هنا دلوقتي يعني مؤقت والبلاستيشن ده تعالى بقى نطلع على طول على برة علشان ناخد المكتب فين المكتب هتلي الدراع ده بس الاول وده المكتب المفروض ان انا نشاري دراعين صح ايوا فيه الدراع التاني هنا هو نرمي ده بس هنا دلوقتي وناخد الدراع وناخد بقى بعد كده المكتب ونخش على طول برضو على القوضة الجديدة نحط الجهاز ده هنا مسلا وهاتلي كمان الكرسي ده وهاتلي كمان البلاستيشن ومعانا ايه تاني معانا الدراعين ومحتاجين دلوقتي شاشتين ودراعين سواني انت دخل تهاب بيت في وقت زي ده تعالى معلم تعالى دخل الساعة اتنين ورابع يعني داخل اسرقني وش على فكرة طيب انا ممكن اعمل حركة حلوة ممكن اقفل السايبر ذات نفسه من على الكمبيوتر نعرف الناس برا ان هو مش مفتوح يعني وبعد كده ندخل على الشب نشتري كمان شاشتين من دي اللي هي بتلتمائة وتلاتين دولار وهنشتري دراعين كمان بس كده كفاية قوي ونطلب على طول ده تمام بقى معانا دلوقتي عشر تلاف تلتمائة سبعة وتسعين دولار عايزين نجرب حاجة جديدة ما اشترنهاش قبل كده شفت الكرسي ده احنا ما اشترنهاش قبل كده خالص طبعا اكيد تقييمه قليل يعني اه وفيه الشاشة دي برضو ما اشترنهاش قبل كده خلونا بس الاول نستلم بتاعنا هتلي بعد اذنك الشاشة طبعا الشاشة مش هتتحط في الشنطة هتلي الدراع كمان الدراع موجود هنا ناخد الدراع وناخد كمان الدراع ده وهتلي الشاشة بعد اذنك وهنخش على طول علشان نحط الشاشة دي على اجهزة الجديدة هنحط الشاشة دي هنا مسلا وهتلي كمان الدراعات هنحطها طبعا هنا على المكتب وكده خلاص خلصنا الجهاز ده هنطلع برة ناخد الشاشة اللي باقية وهنحطها جوه على طول على الجهاز ده. كنا محتاجين نشتري كمان ايه رأيكم? نشتري كمان ولا نروح ننام الاول نقفل كده الاضاءة ولا مش لازم بقى الاضاءة عادي? مش لازم نقفلها يا الساعة كم دلوقتي? الساعة تلاتة بالليل. ماشي نقفل بس المحل اهم حاجة. وخلونا نروح على طول للبيت ننام ونصحى الصبح ونرجع تاني للصايبر بتاعنا. طبا جماعة صباح الخير ويوم جديد ووصلت سوق الجمعة خلونا نشتري ارضية من دي محتاجين واحدة بس. والراجل ده عنده محاكل موقف تاني عنده محاكل موقف تاني نشتريها برضو ما فيش مشكلة. على طول بقى نفتح العلبة وناخد الاسطنة منها بس. والراجل ده بيبقى ايه? عنده كسة قديمة وعنده شاشة قديمة برضو. او شاشة وسط يعني. كده كده احنا ما عدناش محتاجين منه حاجة خالص يعني. وفيه حاجة غريبة هنا. طبا الباب بتاعي متعلم عليه اللي ايه? بصوا الباب متعلم عليه باللون الاصفر. اللي بيحصل هنا عندي في الصايبور. العلامة راحت اهيت. كويس اوي. طيب نبتدي ندهن الجزء اللي بايز عندنا ده. ايوة الجزء ده محتاجين ندهنه. وكده خلاص مش محتاجين الدهن ده تاني. ومعانا محاكل موقف هتالي كده بعد اذنك هنحطها مسلا 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 على الجهاز ده. سواني نشوف الجهاز ده عليه العابة بالزبط. الجهاز ده معلوش ولا لعبة. طب الجهاز ده عليه لعبتين. والجهاز ده عليه لعبة واحدة بس. جدوا. وده عليه محاكل موقف. وده عليه محاكل موقف. وده معلوش اي لعبة. والجهاز ده عليه اربع العاب. والجهاز ده عليه لعبة واحدة بس. والجهاز ده معلوش ولا لعبة. طيب نفتح للصيبر بتاعنا. عايزين نشتري كمان جهاز Rick سواني. سنحتاج كمان منصة VR. سنحطها هنا في الزاوية. ده رأيي بصراحة يعني. سنشتري كمان الحاجات بقى اللي احنا مجربناش قبل كده. تعالوا بس الاول نشتري منصة بسرعة. هنحط منصة ونحط النضارة ونحط درعين. حاجات دي عملت تلات تلاف اتنين وتمانين. نطلبها على طول. في زبان وصلت. في زبون وصل هوت. شكله حرامي هو كمان. وراح تعمل ايه جوة. اختر لك جهاز بقى وعد عليه على طول ما تعرفناش يعني. بتاعنا وصل على طول هوت. ناخد بقى المنصة. لا الاول هتلي الدرعات. هتلي الدرعات ناخدها معنا في الشنطة. عشان ما نروحش ونيجي اكتر من مرة. ودي النضارة طبعا هتهالي. وقت لي بقى المنصة نفسها. وطبعا في زباين عايزة تقعد ثواني كده. نقبلهم قبل ما يخلعوا. المفروض انا مزبط لهم الاسعار. يقعدوا بقى على طول بقى ما يقرفوناش بقى ويعودوا في المحل. الاسعار دلوقتي مية مية والله. طيب هنخلي مسلا المنصة دي هنا احسن. ونحط الدرع بتاع ونحط كمان نضارة بس كده. مية مية. محتاج محتاج مشروب. لما نبقى له بالمرة. لأنا مش عايز الشبسي. قتل المشروبات. وده معلم مشروبه هو. ايه حرامي. يا دي النيلة ايه ده? ده طالع من الحمام بالبليستيشن. ازاي يعني? طيب معلنا. رجع تاني مكانه. هنا. والمعلم اللي واقف جوه ده بيهب به هو كمان. ما تختار لك جهازة باشي تقعد عليه وخلاص وتريحنا. بدل ما انت واقفت بص على الحيطة. الحيطة عجبك. الفها لك تاخدها معك في البيت وانت مروح. الظاهر كده عايز يدهن شقته بنفس الالوان اللي انا دهم بيها دي. من تاني فيه حرامي تاني يا دي النيلة يا دي النيلة. ده ماشي من غير ما يدفع ده. اه ماشي من غير ما يدفع. رجع لي سبعة وربعين دولار. ناخد الفلوس كده. نشوف لو في زبون جديد وصل. في زبان وصلت. وتعالوا بقى على طول. نشتري الحاجات اللي احنا مشترناهاش قبل كده. زي المكتب ده. هنشتري واحد بس. ونشتري طبعا بلاستيشن. ونشتري درعين. وهنحتاج كمان كرسي. قتلي الكرسي ده بقى كده نجربه. الوان رصاصي ده. حاجات دي عملت الف وتسعين دولار. وناخد الفلوس اللي موجودة هنا في صندوق وفيه فلوس موجودة هنا طيب. اه فيه فلوس موجودة هنا. تسعة وخمسين دولار. القوضة دي احسن قوضة عندي في بس طبعا الحيطان اللي بايزة فيها دي مخليها شكلها وعيش جدا. بس اعمل ايه بقى? هنقول لما بصلحة بترجع طبوس تاني. هتلي فلوس امعلم. وناخد كده الفلوس اللي هنا. وخلونا ناخد الكرسي. وبعد كده البلاستيشن. وناخد المكتب ده. ده مكتب شكله معفن شوية الصراحة يعني. هدي ده ما نجربه. نخليه هنا. رأيكو. هنحط البلاستيشن هنا. ومعنى ايه تاني سواني الكرسي. نقدر نعدي نقدر نعدي عادي. طيب ناخد بقية الحاجة. كده فضل لنا شاشة بس. ناخد الدرعة ده. وناخد الدرعة التاني. نحطه على المكتب ده. ونحط الدرعة التاني كمان. وكده فضل لنا الشاشة بس. تعالوا بقى نطلب الشاشة اللي هي الصغيرة دي. اللي هي بمية وخمسين دولار. عادي ده بنجربها برضو. مفيش مشكلة. سواني والزبون ده محتاج ايه. اول ما بقول محتاج ايه بيقوم ماشي. راح فين بقى معلمني. زحم عالفاضي في القوضة دي والله. مفيش ولا زبون واقف على الاجهزة. يا الزباين شكت الاجهزة معفنة يعني. عشان قللت الاسعار. من الزباين? مين بيخلع ده? بيخلع بالبليستيشن يا دي النيلة. يا دي النيلة. سابقوا اجهزة الكمبيوتر. وبدأوا يسراوا في البليستيشن. طيب ليه يا معلم انت وهو يا معلم? ليه طيب? ارفني. الحرامية ارفني والله. ما علينا خلونا نحط الشاشة دي هنا? لأ كده مش مزبوطة. ايوة كده الشاشة مزبوطة. فين بقى البليستيشن? المعلم وهو معدي مروح لبيته? قال لك المسرق الجهاز بالمرة. محدش هيشوفني. وانت مش شايف البوديجارد اللي هو في فره ده مش مال عينك يعني? طيب نحط البليستيشن ده هنا. في زحمة عند الحمام مش فاهم ليه? ايه حكايتكو بقى? والزباين بقت كلها معوقها والله. مش عارفين يتمشوا في المكان والله العظيم. ايه ده بقى. اه في زباين هنا محتاجة شبسي. وده معلم ادي شبسي هوت. واخد انت كمان شبسي فين اللي محتاج شبسي. انا كنت بجيب لك الشبسي وانت مش شايفني ولا ايه? قاتل فلوس كده. تمام? وعايزين نشغل الجهاز ده بقى. اه الزبون ده هيقعد عليها هو. الحق بسرعة كده. نقبل كل الزباين. ونشوف بقى الزبون ده وقعد على الجهاز. الكرسي عالي جدا عن المكتب والله. مش معنى عجبك الجهاز ده عن الاجهزة الموجودة كلها في الصايبر يعني. عشان رخيص. طيب معلنا ناخد ونقبل كده الزبان اللي وصلت. في الجهاز رقم عشرة في مشكلة في الكرسي. وانا بصراحة مش عارف انو جهاز اللي في مشكلة. ممكن يكون الجهاز ده او التاني. وفي حد سرق الكرسي نقرب الكرسي من مكتب جامد. ايوا كده نلزقه في المكتب. نشوف كده الجهاز تزبط. الجهاز تزبط خلاص. واتوقع يا جماعة ما عادش في حاجة ممكن نعملها تاني هنا. حرفيا اشترينا كل حاجة. وجربنا كل الاجهزة. واشترينا كل التوسعات للمحل. واشترينا المكنسة الزكية. واشترينا الباب. يعني اعتبر خلصنا اللعبة. فيارب تكون عجبتكم السلسلة دي. واستمتعتوا بيها معايا. واشوفكم على خير في سلسلة جديدة بازن الله. سلام عليكم.